بعد مدة طويلة من التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي أتى كابوس جائحة كورونا ليمحي شعارات التضامن والوحدة بين الدول الأعضاء لتحاول كل دولة النجاة بنفسها غير مهتمة بأي اعتبارات أخلاقية فمع تزايد انتشار كورونا ظهرت أزمة نقص الكمامات والأجهزة الطبية لكن الدول الأعضاء قامت بممارسات أنانية تتمثل في الاستيلاء على الكمامات القادمة عبر الحدود وبدأت ألمانيا حرب الاستيلاء على المواد الطبية بعد استيلائها على شحنة من الأقنعة الطبية كانت قد أرسلتها الصين إلى إيطاليا عبر الأراضي الألمانية فرنسا هي الأخرى قامت بالاستيلاء على شحنة تضم الملايين من الأقنعة الطبية والقفازات بينما كانت تمر بأراضيها متجهة نحو كل من إيطاليا وإسبانيا وهم الدولتان الأوروبيتان الأكثر تضررا من الفايروس هذه أمثلة فقط لما يحدث في أوروبا فهذه الممارسات الغير أخلاقية امتدت ووصلت لأجهزة التنفس الصناعي بعد قيام إيطاليا هي بالاستيلاء على شحنة تضم 1840 جهاز تنفس صناعي كان من المفترض أن تصل إلى اليونان وفي الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد الأوروبي نحو الركود ومع السمرار تفشي كورونا وفي ظل العمليات الغير أخلاقية بهدف النجاة كيف سيكون موقف زعماء الاتحاد بشأن إصدار ما يسمى بسندات كورونا والتي تهدف إلى تقاسم الدول الأوروبية للأعباء المالية الناتجة عن الأزمة ترجمة نانسي قنقر